السلام عليكم معك سائد يونس واليوم رح ندردش عن الثقة بالنفس أو بالأحرى قلة الثقة بالنفس من وين بتيجي؟ ليش منشعر بقلة الثقة بالنفس؟ وكيف نرفع ثقتنا بشكل حقيقي عميق ودائم؟ طبعا حلقة اليوم هي جاءت كإجابة على سؤال وردنا في البوست اللي نشرناها على الكميونيتي من فترة طلبت منكم تشاركونا بعض المشاكل بتمروا فيها وبعض الأسئلة اللي موجودة عندكم حتى نخصص مجموعة من الحلقات للإجابة عنها وهذا السؤال ورد تحديدا من المتابع الصديق علي وائل واللي بيقول كيف أثق في نفسي؟ بطبق كل الخطوات وبرضو أشعر التوتر في المواقف الاجتماعية مثل المسرح وشخص أول مرة أكلمه وهكذا علي من مصر وشكرا أهلا فيك يا علي وتحياتنا لك ولكل المتابعين ولكل أحبتنا وأهلنا في مصر الحبيبة وسؤالك مهم جدا لأنه أنا بعرف كثير من الناس بيعانوا من هذا الموضوع نحضر فيديوهات ممكن منحاول نرفع ثقتنا بأنفسنا لكن أول تست أول اختبار حقيقي اجتماعي أو أول موقف من مورفي تتراجع الثقة مباشرة منرجع لطبيعتنا اللي فيها نوع من الخوف فيها نوع من الضعف المشاعر اللي إحنا متعودين نشعرها اليوم رح نتكلم بطريقة عملية رح أحكي لك ليش أنت بتشعر بضعف الثقة بالنفس وليش أنت ما قدرت خلال السنوات طويلة اللي حاولت فيها تزيد ثقتك بنفسك أنك توصل للثقة الحقيقية العميقة الإجابة المختصرة والبسيطة أنه أنت عم تروح بالاتجاه الخاطئ معظم الناس اللي بيحاولوا يرفعوا ثقتهم بأنفسهم بيحاولوا يرفعوها بطريقة خاطئة ليه؟ لأنهما مش فاهمين حقيقة ماذا تعني الثقة بالنفس لذلك رح نعرف إيش هي الثقة الحقيقية بالنفس وما هي العناصر التي تشكل الثقة بالنفس وراح أحكي لك إيش هما الطريقين في طريقين ما في غيرهم حتى تزيد ثقتك بنفسك طريق منهم طويل جدا وبيأخذ وقت ونتائجه غير مضمونة وطريق آخر أسهل أسرع ونتائجه مضمونة بشكل أكبر فحتى نعرف إيش هما الطريقين وكيف نستطيع أن نكسب الثقة بسرعة من خلال الطريق الأكثر فعالي خلينا الآن نبدأ بنصف بعض المعتقدات الخاطئة الشائعة عن الثقة بالنفس وأنا شخصيا أعتقد فعلا أنه هاي المعتقدات الخاطئة هي من أكبر العقبات التي تقف أمام كثير من الأشخاص منهم صديقنا علي وآخرين حتى يوصلوا للثقة الحقيقية العميقة بأنفسهم وأول معتقد خاطئ موجود عند الناس أن الثقة بالنفس هي شعور بحس فيه فبكون قادر أنجز بكون قادر أعمل شيء يعني بوجهة نظر معظم الناس الثقة بالنفس هي شيئا رح أحسه ولما أحس هذا الشيء رح أقدر أنجز رح أقدر أعمل الفعل فهي شعور يسبق الفعل وهذا شيء في قمة الخطأ مثل ما أحكي لك أن القوة العضلية هي شيء أنا بدي يا عشان أرفع الأوزان فأنا بس سن في بيتي حتى تصير عندي قوة عضلية بدون ما أعمل شيء عشان أكون قادر أرفع أوزان ثقيلة مباشرة حتقولي سائد لحظة أنت في عندك خطأ بالخطوات وخطأ بالمنطق العضلات ما رح تقوى بالأول وبعدين رح ترفع الأوزان أنت محتاج تتدرب على رفع الأوزان فتنمو لديك القوة العضلية بتكبر عضلاتك بتصير قادر ترفع أوزان أكبر وهكذا إذن الخطوة الأولى لاكتساب العضلات القوية هي الفعل أني أتدرب شوي أدرب العضلات على أوزان بسيطة في البداية ثم أزيدها تدريجيا وكذلك الموضوع بالثقة بالنفس الطريقة الوحيدة لزياد الثقة بشكل عميق وحقيقي بنفسنا هي أنه إحنا في البداية نرفع الأثقال يعني نعمل أشياء تخلينا نزيد هذه الثقة يعني موضوع ما حيبلش بالشعور وبالعقل وبالخيال في البداية كثير من الناس بيحاولوا وهذا المعتقد الخاطئ الشائع رقم اثنين إنه إذا أنا بجلس في بيتي وبغمض عيوني وبتخيل نفسي قوي بتخيل نفسي أسد راح أصير أسد مع كل الاحترام والتقدير لكل المعلومات اللي بتحكي عن جمال وقوة الخيال وقديش إلو أثر في حياتنا فعلا إلو أثر في حياتنا ولكن مش دايما الخيال اللي حاله هو الذي يكفيك حتى أنت تكتسب المهارة أو تكتسب القوة أنت محتاج تشتغل بالخيال وبنفس الوقت بالواقع مش كله في الخيال مش أنا بظل أستنى تيجيني الثقة حتى أعمل الشيء اللي بدي أعمله بفيه خطوات طبعا عملية هلأ راح نيجي على ذكره وحتى نفهم الثقة بالنفس بشكل أكبر مهم جدا نعرف عناصر الثقة بالنفس الثقة بالنفس إلها عنصرين عنصر من سميه الصورة الذاتية والعنصر الآخر هو الكفاءة الذاتية الصورة الذاتية ببساطة هي كيف أنت شايف حالك صورتك في عقلك عن نفسك هل أنت شايف نفسك ضعيف خجول ولا قوي وواثق الطريقة اللي أنت عم بتشوف فيها نفسك تؤثر بشكل كبير على مشاعرك وعلى طريقة أداءك وقيامك بالأفعال المختلفة فإذا في عندك صورة ذاتية سلبية عن نفسك هذه الصورة راح تأثر بشكل كبير على كل شيء أنت بتعمله وعلى كل شيء بتحس فيه بينما لما تكون عندك صورة إيجابية عن نفسك شايف حالك شخص قوي شخص واثق شخص منطلق شخص شجاع هذه كلها مشاعر ستساعد في أنك أنت تكون أكثر قوة وأكثر ثقة وأكثر شجاعة في تعاملك مع نفسك مع الآخرين ومع المواقف والمفاجآت التي تأتيك بها الحياة بين فينة وأخرى يعني من فترة وفترة الحياة بتعطينا مفاجآت ممكن أحياناً ما نقدر نتعامل معها لكن إذا أنت شايف حالك واثق وقدر تحل أي مشكلة بتواجهك أكيد راح تكون أدائك ونتائجك بالحياة أسرع وأقوى ونتائج أفضل وإيجابية أكثر بسم الله الرحمن الرحيم نشرب شوية مي وعلى سيرة المي يا ترى هل أنت قادر أنك تمسك كوب الماء أو زجاجة الماء وتشرب المي أغلب الظن الإجابة نهم طيب هل طول عمرك أنت كنت قادر تمسك كوب الماء وتشرب منه بسهولة الإجابة هي لا ولو كنت ناسي أفكرك وأنت بيبي وأنت طفل صغير كثير من المرات أنت كنت عم بتحاول تمسك كوب الماء وتوقعه توقع الماء تكب الأكل تكب العصير تكب الحريم ليه؟ لأنه إحنا صغار ما بتكون عندنا المهارة الكافية والقدرة حتى أنه إحنا نعمل شيء بسيط مثل شرب كوب الماء طب إيش اللي صار؟ اللي صار مع مرور الوقت أنت تعلمت وتطورت لديك المهارة أول مرة ما زبطت ثاني مرة عشر مرة والمرة العشرين المرة المية يمكن أخذك الموضوع مئات المحاولات بعدين تطورت لديك المهارة وبنفس الوقت زادت ثقتك بنفسك فإنت صار عندك مهارة كافية أنك تمسك الزجاجة أو تمسك الكوب وتشرب منه بدون ما ينكب تخيل شيء بسيط أنت اليوم بتعمله بالثقة ما كان موجود عندك في السابق وهذا بيقودنا للجزء الثاني من الثقة بالنفس وهي الكفاءة الذاتية الكفاءة الذاتية هي قدرتنا ومهاراتنا على فعل الأشياء وهي قديش إحنا مننمي مهاراتنا ومنشتغل عليها فإذا أنا عندي المهارة الكافية هذا رح يزيد ثقتي بنفسي الآن أنا قادر أشرب كوب الماء هذا بيعطيني أيضا ثقة أنه لو فيه كوب عصير أنا برضو بقدر أمسكه وأشربه لأنه مي وعصير ما اختلفه عن بعض لو فيه طنجر الطبيخ مثلا أبدأ أمسكها بأيدي الثنتين وأحطها وأنقلها من مكان لآخر عندي ثقة بنفسي ليه؟ لأنها بنت منذ الصغر بهاي الخطوات البسيطة فأنا شايف نفسي أني قادر أمسك الكوب وأشرب الماء بنفس الوقت عندي المهارة اللي اشتغلت عليها وهذا الشيء اللي معظم الناس ما بيفهموه عن الثقة بالنفس الطريق السريع للثقة بالنفس يأتي من خلال المهارة الذاتية مش الصورة الذاتية معظم الناس بيحاول يبني ثقته من خلال الخيال فقط وتغيير الصورة الآن تغيير الصورة والأفكار لو أنت مش متمرن على الموضوع وما عندك خبرة كبيرة مع هذا الموضوع ممكن يأخذك فترات طويلة بدون أي نتائج ملموسة لأنه أنت مش عارف الشيء اللي عم بتطبقه صح؟ ولا خطأ؟ أنت عم تعمل الشيء بطريقة صحيحة أم خاطئة بينما المهارة إذا أنا بدي أكتسب مهارة مهارة يدوية حرفة يدوية مهارة على الكمبيوتر مهارة برمجة مهارة كتابة أي شيء بدي أتمرن عليه هذا الشيء رح يعطيني ثقة أكبر بنفسي أني أعمل مهارات أخرى أو أطور مهارات وجوانب أخرى في حياتي فستزداد ثقتي في جوانب محددة لإني اشتغلت على المهارة فيها بعيد ستزداد ثقتي في جوانب محددة لإني اشتغلت على المهارة فيها طب إيش معناته هذا الكلام؟ معناته يا صديقي أن القلم اللي أنت الآن بتمسكه بسهولة والورقة اللي بتفتح أنت مدفترك وبتكتب بكل سهولة بيوم الأيام ما كان عندك أدنى مهارة وأدنى ثقة بنفسك أنك تكتب وتمسك القلم أنت بنيت الثقة من خلال بناء المهارة طبعا هذا إيجاب التدريب وإيجاب على مدار السنوات لكن هذا المبدأ هو المبدأ اللي إحنا مش عارفينه أو معظم الناس مش من تبهين إله إذا بدي ثقة سريعة صديقنا علي ولا الجميع إذا بدي ثقة قوية بنفسي أنا محتاج أشتغل على جوانب محددة لاكتساب مهارات بسرعة حتى تعطيني ثقة أكبر أنتقل لمهارات أخرى الموضوع محسوم يا صديقي هذه قواعد محسومة إذا بدك ثقة لازم يكون عندك صورة ذاتية ومهارة ذاتية أو كفاءة ذاتية عندك الصورة ضعيفة الأسرع اشتغل على المهارة فستقوي الصورة ورح تزيد المهارة فأنت هيك بتكون عم تختصر على نفسك سنوات طويلة من التعب والتوتر والشعور بالضعف أني أنا مش قادر لأنه فلان أحسن مني ابن عمي ابن خالي صديقي جاري زميلي في الدراسة أفضل مني لا هو مش أفضل منك هو يمكن فيه مهارات طورها أنت بعدك ما طورتها يمكن فيه أشياء طورها أنت بعدك ما اشتغلت عليها وهذه الفرصة وهذه رسالة لك أنه أنت بإمكانك طالما هو قدر بإمكانك أنت أيضا تكون ناجح مثله وأكثر امتبعين يا صديقي في دردشتنا اليوم حول موضوع الثقة بالنفس لكن بدي أطلب منك طلب صغير قبل ما نتابع لو أنت استفدت معنا لغاية الآن وحاسب المعلومات الجميلة والطاقة الجميلة اللي موجودة في حلقة اليوم بدي أطلب منك طلب صغير لو أنت مش مشترك بالقناة اشترك معنا والأهم لو أنت لسه ما عملت لايك لهذا الفيديو بدي أطلب منك تعمل لايك حتى ندعم هذا المحتوى الإيجابي ونوصله لعدد أكبر من الأصدقاء حتى يستفيدوا منه وتذكر دائما أن الدال على الخير كفاعلة طيب جميل افهمنا ليش ما عندنا ثقة بأنفسنا فهمنا ما هي جوانب أو عناصر الثقة وفهمنا وعرفنا إيش هو الطريق السريع والطريق البطيء لاكتساب الثقة بالنفس طيب كيف أكتسب ثقتي بنفسي لو أنا عندي خجل اجتماعي عندي خجل من الحديث أمام الناس عندي خجل من تكوين صداقات عندي ضعف بالثقة بأي جانب في حياتي الحل والجواب يبدأ بإني أسأل نفسي يا ترى ما هي المهارات لأنا محتاج أكتسبها كي أنمي ثقتي بنفسي في ذلك الجانب بعيد الموضوع مش أنه أنا ضعيف وأنا ما بقدر لا الموضوع أنت في مهارات بعدك ما تدربت لها بعدك ما نميتها في شخصيتك وفي حياتك فلو مثلا أنا عندي خجل من الحديث مع أشخاص غرباء أو عندي خجل من فتح حوارات مع أشخاص ما بعرفهم أو ألتقيهم لأول مرة في مؤتمر في اجتماع في مكان عمل في الجامعة في أي مكان حتى في الشارع أشخاص غرباء بحس بخجل شديد وتوتر ودائما بحس حيالي ضعيف في هذا الجانب بحس أنه أنا ما عندي ثقة بنفسي المشكلة اللي لازم نتخطاها ولازم تفهم هذا الموضوع حتى تقدر تنتقل الخطوة اللي بعدها أول شيء أنت محتاج تلغي التعميم ما بصير تقول أنا غير واثق بشكل عام أنا إنسان ضعيف أنا شخصيتي ضعيفة لا قول أنا ما عندي ثقة بنفسي في التحدث مع الآخرين هيك زغرنا الإطار زغرنا التركيز فأنا ما بحس بالضعف الكامل في حياتي لا أنا عندي مشكلة في التواصل مثلا عندي مشكلة في فتح حوارات جديدة فأنا بركز على هذا الجانب أوكي هاي الخطوة الأولى ما أعمم أركز وين في عندي ضعف ثقة بالنفس طيب السؤال الثاني ما هي المهارات اللي أنا محتاج أكتسبها الآن عشان أطور لدي هذه القدرة وأبني ثقتي في هذا الجانب رح ألاقي مثلا من الأشياء اللي بتخليني أنا ما عندي ثقة بالحديث مع الآخرين وإن أنا بركز على نفسي كثير أنا دايما بخاف كيف رح يكون رأيهم فيه كيف رح ينظروا لي الآخرين هل رح أقدر أتكلم ما عندي مهارة التواصل ما عندي مهارة الكلام ما بعرف إيش أحكي فإذن أنا محتاج أبني مهارة كيف أبدأ الحوار إذن بسيطة الموضوع بسيط أنا محتاج الآن أزيد حصيلتي اللغوية أثقف نفسي أقرأ أكثر أتعلم أكثر أشياء أقرأ مقالات يومية أزيد ثقافتي العامة عشان إذا بلاقي شخص أقدر أحكي معه في أي موضوع موضوع عامة موضوع رياضية موضوع ثقافية أقدر أدير حوار بسيط أيضا أنا محتاج أعرف مثلا ما هي الجمل الافتتاحية اللي بإمكاني أستخدمها عشان أفتح حوارات مع الأشخاص جمل مثل صباح الخير مساء الخير الطقس حلو في كثير أشياء وإحنا في هذه القناة حكينا مئات الفيديوهات على مواضيع الثقة والتواصل والكرزما وكل هاي الأشياء فإنت محتاج خطوات بسيطة صغيرة تبني فيها ثقة عظيمة وقوية بنفسك طيب السؤال القوي اللي بيطرح نفسه الآن يا ترى أنا طبقت كل هاي الأشياء هل إذا نزلت الآن على الشارع وأنا عرفت ما هي الجمل الافتتاحية وما هي المواضيع العامة أنا ثقفت نفسي شوي قرأت تبعت أخبار تبعت قرأت شوية كتب في مجالات أنا مهتم فيها بدأت أنمي مهارة التواصل وطريقة الكلام لدي هل مجرد ما أنزل وأبدأ أتكلم مع الناس رح أحسني أنا منطلق تماما لا تذكر كوب الماء أول مرة مسكته وقع منك وكبيته يمكن والدتك زعلت منك أو يمكن الماء يعني ما زعلت من الماء يمكن أنت لما كبيت العصير زعلت لأنه تنظيفه أصعب فأول مرة رح تعمل فيها الشيء رح تحس بتوتر ورح تحس بضاعف رح تحس أنت ما عندك القوة الكافية أنك تعمل هذا الشيء لكن إذا استمريت وأصريت على الرغم من وجود هذا الخوف ستنتقل من مرحلة الخوف التام إلى مرحلة المهارة والثقة التامة فالموضوع رح يأخذنا تدريجيا وهنا بذكرني بمقولة جدا رائعة بتقول لك يدخل قصر الثقة إذا تخيلنا أن الثقة بالنفس هي قصر كبير وجميل يدخل قصر الثقة من يعبر بوابة هذا القصر طب ما هي البوابة يا سعد ما هي بوابة قصر الثقة بالنفس البوابة هي بوابة الخوف مخاوفك هاي إذا أنت بتحس فيها بس ما بتسمح لها تسيطر عليك حاس بالخوف بس على الرغم من وجود هذا الخوف سأتكلم مع أشخاص جدد رح أحاور رح أوقف في الفصل أو في المدرسة أو في الجامعة رح أحكي أمام الآخرين حاس بتوتر شديد معلش حتى لو عرقت حتى لو صار وجهي أحمر أنا قاعد بشتغل على المهارة فأنا محتاج أمر من بوابة الخوف فيا صديقي تذكر دائما يدخل قصر الثقة من يعبر بوابة الخوف صح؟ منطق الموضوع؟ يا سلام عليك إحنا اليوم تعلمنا معلومات في غاية الأهمية ما تخليها تقف عند مجرد معلومات عامة ابدأ طبق ابدأ طور في نفسك وفي شخصيتك وفي حياتك لو أنت وصلت معنا لهاي المرحلة وبتحب تتعمق أكثر في موضوع الثقة بالنفس بتحب تطور هذه المهارة بشكل أكثر في عنا دورة مميزة جدا هي دورة أسرار الشخصية القوية موجودة على أكاديمية سائد يونس بتعطيك المفاتيح والأسرار لبناء الثقة العميقة وبنفس الوقت بناء الشخصية القوية الكارزمية اللي الكل بيحبها واللي أنت الأهم من محبة الجميع أنه أنت تكون بتحب نفسك وفخور بنفسك واثق بنفسك لو بتحب تستفيد من العرض المميز اللي عاملينه حاليا وخصم خاص جدا لأول مئة شخص بيدخلوا من الرابط اللي حتلاقيه في صندوق الوصف شكرا المتابعة وألقاك في الحلقة القادمة السلام عليكم سائد يونس